بسم الله السلام عليكم تحية كل مشاهدي الكرام تحية كل احرار اللي متبعين في هذا المواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصفحة ديالي في الفيسبوك كنتمنى منكم الدعم والمباشر كنتمنى منكم الدعم والحساب لكي تعرض للحصار والتضييق والصينيال من طرف الدوباب ديال الالكتروني ما علينا موضوع ديال المباشر غدينتكلموا على سياسة تجويع الممنهجة في حق الشعب المقهور واليوم كنتشوفوا على قرابة ايد عيد الاضحق والوضع اللي كيعيشوا الشعب المقهور من تجويع وغلاء فاحش في الحوالاء والاسعار والاخير في نهاية هاد المراقبات في نهاية هاد المسؤولين في نهاية كنتشوفوا التراوات وخيرات ديالة البلاد اللي كنتنهب العلالي ولا تسرق باسم القانون والنهب باسم القانون وسياسة القمعية ممنهجة وكذلك اغنين هادرو على قضية المعتقلين السياسيين اللي انسنام وتناسنام في هاد المناسبة الكريمة لهذا كنتمنى منكم الاحراط بالدعم هذا المباشر ودعطيه واحد دعم لي هو كبير في ميسنجر وفي الجروب باش فضلا وليس امرض كما كنتشوفوا احنا اليوم كنتشوفوا الوضع كدير بالعيد الاضحى كنتشوفوا الناس خارجة احد الصورة واحد الحقرة واحد القهرة كنتشوفوا الناس خارجة كتسعار ناس خارجة كتبيع في حويجة هذا ليس عيد هذا عيد مبقى عيد ما هو العيد عيد هو فرحة مناسبات التي تبادلون افراح هذا ليس عيد هادرو او دل هادرو او دل كتمارس وهذا كله ممنهج هنا هو المخطط اخضر نتكلموا على مخطط اخضر ونسمى الاسماء بمسمياتها وفي مكين الخلل وشكل مسؤول على هادش المغاربة اليوم تمام مسؤولين هادش اللي تعيشو اليوم من القمع ومن دل ومن الاهانة رهان تومق مسؤولين على الصمت ديالكم نحن كنتشوفوا اليوم الوضع كدير وضع كاريتي بكل مقايص وضع مأساوي وضع محزن كنتشوفوا الجو ماشا نقول لك كاريتي كاريتي كينو احد الناس اللي يطهار فوق القانون احد الناس بكل عربية عربية مبقي ناش عارفين كالك يصير للبلاد مبقي ناش عارفين كالك يكعطي القرارات مبقي ناش عارفين كنتشوفوا الفوضى كيتدفوا في 400 مليار دير التعليم كيتدفوا في التراوات كيتدفوا في الملايظ ولا حاسب ولا رقيب فين هو هذا القانون ولا القانون واشنا في دولة ولا في الزريبة وإذن قادمنا هذه دولة. كما هي الدولة؟ أمم منكم أن يدعموه معكم في الميسسنجر وسيوصل الاحرار من أهم شيء سوى في ذلك الحجم أمم من كل أحرار اشتركوا معكم في المجموعة وال Hamburg فضلا وليس أمره فضلا وليس أمره لهذا أولاد الشعب نحن هذا المباشر ما علينا نحن اليوم نرى الأسواق الديال سوق الحواله نحن نحن نحواله نحن نحواله نحن مخطط أخضر 17 سنة وأخ نوش ج estuv تعلم نحن لدينا المشكلة نحن لدينا المشكلة سأهم لدينا المشكلة ملايير مماليارة ما هو مؤخط أخضر هو الشعب يكون عنده الأمل غدائي يكون عنده الأمل غدائي ويقول أكيد فين هو مخطط أخضر 17 سنة فين نتيجة دياله فين نتيجة دياله الحمد الجاموس من البريزيل الحمد وصل من يدنام حواله الدولة الناس المسؤولين على الزريبق بينك حوصين أعطوه الدعم قال لك أحد ربعات المسؤولين للحواله أصحاب أخ النوش يجيبون الحواله من رومانيا وإسبانيا يجبون 8-800 درهم وكسكين في الورق والدولة أعطوهم 500 درهم كدعم ويجيبونه يبيعون الناس بسبعين الفريال ليس هذا ظلم ليس هذا إهانة لدينا weed ومعنى مثل المراقبة حماية الأسعار الاخيري لدينا في حقرة نرى الناس في حقيبة كيف نرى الناس تبيع في حويتها؟ كيف يبيع في تلاسه؟ كيف يبيع في معنه؟ كيف هو المخطط الأخضر؟ وكيف هو عباد الله؟ وكيف يكون أخذ بلد فاقرة؟ كيف يمشي تراوات عباد الله؟ نحن لا نسعوهم لا يجب أن نسعوهم يعطينا المؤشر طالع أو المؤشر نازل اليوم يتعلم مغاربة و يخاطب المعني بالأمر يوجد فوسفات يوجد فوسفات و يوجد فوسفات يوجد ذهب المناجم يوجد يتعلم يوجد الكرام يوجد حقنا يوجد حقنا يضبرنا وقتنا قلنا تماد حياتنا ليس في هذه الحالة كيف حلاح أننا بعدي الناس تبكيون في الحالة نورمان من هنا التكنيبية من هنا البعد السائدة من المخططات يحب هنا الحارات تنهبوه و تدريه لسياسة ديماغوجية باسم الشعارات النغرية عفاكم لما ادعوا اللايكات سينياري و على اللايب عفاكم لما ادعوا اللايكات سينياري و على هذا اللايب عفاكم لما ادعوا اللاينا رجيل شيء حاجة كبيرة نرى هذه الأجواء التي نعيشها اليوم في عيد الأضحى أجواء بينات الحقيقة بينات المغاربة و ما لديهم قيمة في البلاد نحن نوالوا في البلاد لا نسوّلوا و لا لديهم كرامة لا لديهم قيمة هؤلاء المسؤولين يعتبرونه مجرد يعتبرونه أرقام نسمّونا في البرنامج بقرع اللال و نسمّونا بو زبال و نعطون أنا أسمع حيث لا نعطينا قيمة حيث الصمت و الخوف هو الذي وصلنا إلى القيمة قيمة دل و المهنة و ما نحقي؟ نعيش بكرامة و ما نحقي؟ نعيش بحرية ماذا نعبر الرأيي ماذا نحقي نختار الرجل المناسب و في المكان المناسب ماذا نحقي؟ هذا شيء من السحيل لنباعركة من الخطابات الشعبوية و ه دو و اه 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 دو هنا ه ! ولم يمكننا التنمية البشرية كان تضع تلسوس البلطاجيين هذا شيء على أرض الواقع كانت كثيرا الشعب أولا الشعب كانت من قصة نحملكم السؤولة حيث يمكنكم طبيعتكم فارق حيث تنصبحتكم السابق تسحودوا على خيرات البلاد هؤلاء الذين المسؤولين المسؤول يتحمله الشعب أفعل الشعب تصمت المكان الذي تصل إلى المكان الشعب قبل بالدل قبل بالإهانة قبل الحجرة التي تتمرين قبل الحجرة والإهانة التي تتمرين أنا نرى هذه شيئت على الحجرة وأقل ما لديك في هذه البلاد أقل ما لديك الأكسجين يبينون بحوية يباعون بحوية لنا كل شيئ يباعون بحوية البحر وضع معكم بلعك لينير تركيز الفيديو سترك دقيقات لي لا يوجد نموشك لدينا المغاربة اليوم وصلنا لحظيم اليوم ما نسموه ولو نحن الشرف دينا تباع نحن قيمتنا ما عندناش نحن داخلنا في مواقع التواصل الشميع وكان نضيف تيك توك نشوف المغربية كي طلبوا كي طلبوا عبر الإماراتيين والسواعدة فينا هو الشرف وفينا هو القيمة فينا هو كل شيء مغاربة خارج كي طلب في الشوارع وكي طلب إيه يا رجوع يفكر شعنا يتفراسي فينا هي الكرامة دينا كيف يحفظ لنا الكرامة دينا كيف يحفظ لنا الشرف دينا كيف يحفظ لنا الحقوق دينا نحن نشوف الكرامة دينا كتان في الشوارع دينا وكل شخارج كي طلبوا على قبل حولي فينا هو هذا المخطط أخضر بينما التراوات والخيرات دينا في البلاد كتنهب وكتستحوذ وكترب هالي المناجيين من الناس يتعدي الملايير ولا حاسب ولا راقيد فلوس كتتتخسر على شيء انتوا ما عندنك بش تدير موازين لم تحترم في إيرادة الشعب ولم تحترم ادروة ذات الناس ولم تحترم مشاعر القداية الفلسطينية وكل لانه على مسار الفنية فلوس كتتخت extremes لو بالخانيين يُرحون JEAN إلى فنانين العثن على الخونة للمتلك عندن معينتكم كيف احفن لماذا استعطاب للشعب لم تتعطي للشعب لماذا تـعطي للمقهورين لماذا تتعطي للحضرة إذا حيننا سوف نقابع قيب الحلقة و spouse助ى که disorders رأينا لا يوجد شيئا حقا نتحدث عن رأينا هل تفهم؟ شاهدوا أولاد الشعب شاهدوا الأحرار شاهدوا المغاربة سوف نحن المسؤولين على هذا الشيء واقعي أولا سكتنا وقبلنا بكل أساريب الحقرة ستتمارس علينا هذا النظام المخزاني ستقع علينا بثير سترق سترق أحلامنا سترق خيراتنا سترق كل شيء لهذا نحن لهذا نحن المسؤولين على هذا الشيء واقع في البلاد نقولها ونعاود نقولها نتمنى نحن نتضامن ونفيقه من السوبات العامر ونتكلمه على حقنا ونتكلمه على كرامتنا الحق يتخاذ الحق يتخاذ ونعاود نقولها وهو نعاود نقولها هذا الشيء اللي وصلنا لي هنا اليوم بارك لما يجيش ندير هذا الليف من أجل الليف درنا خاطرنا كان نشاهد بناتنا الشرف دير مبشق كان نشاهد الشباب دمرتوا بالمخدرات دمرتوا بالفوفة شررتوا بالنسبة البيطة ستزاد العائلات المساكمة بالطهراء الضلم والحقراء كان نشاهد الشباب ماتوا في البحورة كان نشاهد شباب كان نشاهد بملك الله كان نشاهد من الوطن كان نشاهد من الوطن كان نشاهد خيرات كان نشاهد مدرسة المتخلص نشاهد المتخلص نشاهد المتخلص يحصل لذلك تجربة مدرسة العمومية لكي حدث مدرسة العمومية مشات اتباع الاراضي يرحل كل شيء اللي يستكن حد البحر كله يرحل تباعوا الإماراتيين والسوعداء والقاطريين وإلى أخيره خير الدين البلاد نشاهده أمام عيون دينا كتسرق وكتوزع للخارجيين وإلى أخيره بينما الشعب المقهور يتمس على الحقراء، يتمس على القهراء، يتمس على الظلم هذا كل ما نعرفه، نحن المغاربة كاملين ساكننا أحد المنافق كنا نعرفوا ما يفقرنا، كنا نعرفوا ما يجوعنا كنا نعرفوا ما يشردنا، كنا نعرفوا الحقيقة ولكن لا نستطيع أن نعرفوا رأينا، كنا نحن جبناء هذا الجبن هو اللي يجعلنا نعيش هذا الدل، هذا الجبن هو اللي يجعل الناس اللي يجعلنا أن ندلوا الإهانة النقطة الثانية، سنتحدث عن المعتقلين السياسيين أولا محاكمة من المعتقلين السياسيين نهار 24، كانت محاكمة عبد الرحمن زنقاد عبد الرحمن زنقاد لتأجلت المحاكمة وكانت الجلسة للنهار 10 يونيوك محكومة عنه بخمس سنوات المحاكمة لتأجلت الجلسة للنهار 24، كانت مننا تحضر جلسة المعتقلين السياسيين كذلك غدق الجمعة حين محاكمة الأستاذ النقيب محمد زيان من جديد، راجل 82 عام في الحباسات، وفي هذا العيد لا يوجد حقرة لا يوجد ظلم احتراماً من الناس راجل كبير لا نتحدث عن مواقف السياسية وانتماء التاريخ كان راجل كبير سعيد العالمي لم يكن نظر على هذا المرأة عشر المرأة عشر ثلاث سنين نحن نهبو بالملايير نهبو 4000 مليار نهبو 175 مليار درهم وصندوق الضمج الاجتماعي وتعطيهم أحكام موقوف التنفيذ هذا ليس حقرة لذلك نتمنى نداء المعتقلين السياسيين وشكرناهم في هذا العيد تحمل المعتقل السياسي عنده وليداتهم وشكرتهم المعتقلين السياسيين الذين يضحوا على قبلكم واجب تضامن معهم لا مدين ولا معنوياً ولا قضية المعتقلين في السياسين الحاضر ليس القرطاسة زيد محمد جلوج كل المعتقلين السياسيين هؤلاء мел spaceship عليهم واجب التضامن مع المعتقلين السياسيين لا مد يمожалуйста المعطلين يجعلون بصديق الولداء يعيشون نجاتهم نجاتهم وبركاتهم لأنن نجاتهم ويريد نجاتهم ويدخلهم حول فادي العيد نجاتهم جداً مهمتهم بسطور النجاة لا يحتوي على قوة الألهم المهم يمكن أدامل بأن يتحصل لتعزاء العائلة وراء العائلة ضحوا بالضغط. يحتاجون التضامن لنا. يحتاجون أن نكون معهم. أولا كنت أخبركم. قد تأثثت جبهة مغربية لإطلاق المعتقرين السياسيين. جبهة مغربية لإطلاق المعتقرين السياسيين. كانت من الجميع الأحرار يجعلون الصراعات الإيديولوجية هامية. ويجعلون الصراعات المعتقرين السياسيين أولوية. وهذا الجبهة من أجل وقف وإطلاق السرعي المعتقرين السياسيين. ووقف الألة القمعية التي يجب أن نخاطرها جميعا. كل الشرفاء يؤمنون الضد الأعتقال السياسي. والذي يؤمنون جميع المعتقرين السياسيين. ونحن نحط في هذه الجبهة ونبعث عن الصراعات السياسية والإديولوجية قريف المحتقل السياسي هي واجبة نحن المحتقل السياسي لا يحتاج الصوت ونحن التضهم لأن هذه الناس أعطوا وقتهم وحياةهم وعطوا بزاب الحويش لا يحتاجون الصوت لنا لما يجب أن تتعلم عنهم وإنهم أخر وما يجب أن تتكلم عنهم لأن هذا أولاد الشعب اليوم قدرنا جزء أولا الواقع التي نرى هوا ذلك الهتحقين الشماعية والظروف إذا لم تتعرف لفهم لهذا الواقع الذي نعيش وصلنا اليوم هذا أولاد الشعب لتتكلم عن المحتقل السياسي مستتعلم عن محتقل السياسي والمحتقل السيطين والمحتقل السياسي هذه الممارسة الأن servant لم تخصى أن نتواج أفكار ما نتكلم بنفسه وأن نقول بكل صوت以上 وأن هذا الحتيقان وهذه الظروف القاهرة تقول هذه السؤولين التراوت يريد التدرس يريد إطلاع هذه المزيدة علينا أن نطالبه بالمحاسبةهم ومحاكماتهم ليس بالمحاكمات وحيرة نحن يكون صوت أحد يريد إطلاعنا القوم نحوظهم باركة صمت ويصدنا بذل وصلنا بالإهانة وصلنا القيمة للقهرة والحقرة وليسiggle اليوم في السنين لماذا إيطلاعنا؟ وليس نسكتنا بثاف ونسكتنا بثاف وعادة الناس عيقوا بثاف يسفروا فينا وقد دولنا في خيراتنا وتراوتنا أبارك علينا من هذا الشيء أين هي النخبة؟ النخبة تشارك بالصمت النخبة النخبة مشاركة بالصمت دياله فين هي هذه النخبة؟ مع غلاء الأسعار فين هي هذه النخبة؟ أنا لم أكن أردت أن هناك هذه النخبة محاصرة قليلة معدود على الأسعار ولكن النخبة تدعي أنها نخبة مناطلة إلى قليل فين هي هذه النخبة؟ النظام الخزاني قتل كل شيء قتل الأحزاب، قتل الجمعيات، قتل نقعبات قتل كل شيء يجعل فراغ، يجعل التيران يلعبون أصحابه يدعون في التراوات، يدعون في الخيرات لا يوجد من يحاكم من من يحاكم من سيناريو على دليب أولا لا يجعلنا أفكار من خلال المباشر ونحن نستمر لا يجعلنا كل مغربي لا يجعلنا شيئا 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 لا تعطي الله ادفع فيديو هروناء الى خير ولكن الى متى؟ ما العمل؟ ما العمل نقوم ربعين يدينا؟ وما تدف خيراتنا؟ ما العمل؟ ما العمل؟ ما العمل على تشيء؟ ربها ركب، نريد شيء نريد شيء فعليا نريد الحياة الموت ركينا مرة واحدة وإن نعيش حر وإن نعيش كريما وإن نموت شريفا ونرى خيرات بلادي ونرى حقرة التمارسلية متى بالتحقير ونتنهبونا في اسم القانون وننقمعونا في historiesعقللنا في اسم القانون يقعون الى Pangasyn القانون اقضاء داخل plan وان لا يوجد حرية ولا يوجد مؤ kaun إلى情れない وعن تaysاوي من تنظرك نلاحظ كان أمر ناهبين الحبيب باخدت�� scriبه ويبقى العقوبات البلدية سوف يرغبون فرعاً ويشترون حبسك سوف يجعلون بالتراوات ويشترون البلد ويشترون البلد لن يوجد رجالة لا يوجد رجالة في هذه البلد لا تترون من الصمت الرهيب لا تترون من الصمت الرهيب إلى مات السنة سنبقى هذا وحلقة نتحدث قادية نتحدث أخبركم أحد أخبركم في العيد كبير لن تغتل الحوالة وتعيدوا شخصين لن تنشروا الشواء وتنشر الكوكا لن يوجد الناس لا يوجد الناس ويوجد الناس في فلسطين يجعلون سيئة الحصار وتجوع يتعلمون ويجعلون الفوادات والحوالة ويجعلون يتعلمون للشعب الفلسطيني ويجعلون تحت القصف الحصار والضمار يتعلمون المشاعر وقارية الفلسطيني يجعلون أن يكون حاضرة لا في العيد ولا في حياتنا يجعلون أن يبقوا علينا يجعلون أن يحرق يجعلون من الدل ومن الحقر يجعلون الاهانة أمك أمك يجعلون أن يشكد وقارية الفلسطيني يجعلون الوقافات تطبيع والقمع الشعب المغربي قال كلمة له قال كلمة له ودرس السفتاء حقيقي لا للتطبيع تطبيع على نتيجة التطبيع الفلاحة ومخططات الخريبية ومخيلة البلد تتسافد مصر خارج الشعب المصري اليوم خارج الشعب المصري يقول إسقاط النظام خارج الشعب المصري اليوم خارج يقول إسقاط الميضان لماذا يتطور الجيع في مصر تدخم التفتاح في مصر هذه هي نتيجة للتطبيع هذه هي نتيجة للتطبيع ولكن الناس الذين طبعوا هل يمثلون الشعب؟ لا يمثلون الشعب خارج يقول لا للتطبيع رافض السياسة للتطبيع رافض السياسة للتطبيع تطبيع على شطان التطبيع أي شيء ما هو ضد إرادة الشعب كان يحوي و لا يمثلون الشعب و لا يمثلون موازين و تحكموا ملايين تخسر هذا المكتب اللي شاري في الفوسفال يدعم للدعارة لا يدعم البحث العلمي أو المستشفيات أو قطاعات الشركة الوطنية التي تدعم في الموازين و تتمون بطريقة غير مباشرة من الجيب الشعب في الظروف القاهرة التي تتعيش على المواطن و تخبط من المواطن و تدعم الموازين و تدعم الموازين لماذا لا تخسر الفلوس على الشعب و تبني بها سبيطار أو جامعة أو بها بزرحوش تخسر الفلوس على التفاهة و على الكرة و على الضارة و تخسر الأموال كطائلة و تبقى الشعب مجهد سنين تم المخططات مواضحة تم لم تتسلطين علينا تم تسلطين علينا تسلطين علينا بزرحوش حرش هنا عدبت هنا عدبت هنا عيقته بعتك معطات بعتك معطات بعتك الشرف اختصبت أرضنا عددوا تاراواتنا جهلتوا الشباب و دمرتوا بالمخدرات فين غريم